مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي درسنا اليوم يونت 3 لسن 1 اليونت الثالث الدرس الأول How are you today? كيف حالك اليوم؟ موجود صفحة 32 من كتاب الطالب صفحة 36 من كتاب النشاط صفحة 38 من كتاب الطالب مكتوب لي فوق Listen, Look and Say استمع, انظر وقل لانا عبارة عن محادثات بين دورة الطلاب رح نشوف كل محادثة تختلف عن الثانية ببعض التفاصيل المحادثة الأولى بين وسام وهي البنية تسئلة يقول لها Hi وسام, How are you today? مرحبا وسام, كيف حالك اليوم؟ يجاوبها Hi, I am fine, thanks مرحبا, أنا بحالة جيدة, شكرا لك What about you? ماذا عنك؟ تجاوبة I am very well, thanks أنا بحالة جيدة, شكرا أما المحادثة الثانية بين باسم وهي البنية رح تختلف عن هاي المحادثة ببعض التفاصيل خلج نشوف سئلة البنية قلت له Hello, Basm How are you? مرحبا باسم كيف حالك؟ جاوبها I don't feel well I am going home now أنا لست بحال جيدة أنا لست بحال جيدة I am going home now أنا ذاهب إلى البيت الآن تسئلة مرة ثانية قلت له I'm sorry What's the matter? أنا آسفة ما الأمر؟ جاوبها I feel hot and I have a headache أشعر بحرارة أو حمى ولدي صداع إذن المحادثة الأولى لما سئلتها How are you? كيف حالك؟ جاوبها I am fine أما المحادثة الثانية لما سئلتها How are you? قلت له I don't feel well معناها أنا لست بحال جيدة سئلتها مرة ثانية What's the matter? ملأم؟ جاوبها قلت له أنا شعر بحرارة أو حمى و صداع شنو نستخلص من هاي المحادثة؟ اللي نستخلص من السؤال How are you? إلى إجابتين أما يكون الشخص بحال جيد فيجاوب يقول I am fine thank you أو يكون بحالة سيئة أو مريض فيقول I don't feel well والسؤال الثاني What's the matter? معناها ما خطبك لازم أعرف أجاوب علي أنه أذكر سبب أن اليشاني بحال سيئ زيني شون تجيني بالمتحان؟ تجيني في هاي الصيغة ما عدي غيرهم تجيني في صيغة توصل A B وصل السؤال بالجواب مثلا How are you today? كيف حالك اليوم؟ شون يكون الجواب عن هذا السؤال أجا دور بالجواب My name is Taha أنا اسمي Taha لا هذا الجواب ما يناسبها السؤال I don't feel well ألا لست بحال جيد نعم هذا الجواب الصحيح إذن لازم أعرف How are you today? يناسبها I don't feel well أو إذا جاني I am fine thank you بعد السؤال الثاني What's your name? ما هو اسمك؟ هم أخذيها بسنوات سابقة بدروس سابقة الجواب عن هذا السؤال My name is Taha أنا اسمي Taha number three ثالثا What's the matter? ما الأمر؟ أو ما خطبك؟ لازم أعرف شون الجواب المناسبة لهذا السؤال مثلا I have a headache أنا لديه صداع إذن هذا اللي نستخلصه من المحادثة سؤال How are you? الإجابة عنا I am fine thank you أو I don't feel well والسؤال What's the matter? ما خطبك؟ إجابة عنا يكون مثلا I have a headache أو stomach ache هسا نحن نأخذ إلى أمراض هذا ما يخص هذه الصفحة أما صفحة الأخرى مكتوب لي فوق look listen and say انظر انظر إلى هذه الصور listen استمع للمقطع الصوتي اللي عدد به إلى أمراض and say وقل رددت هاي الأمراض بعد المقطع الصوتي قبل ما أبدأ بالحل لازم أعرف أنه هاي الكلمات مفردات الأمراض للحفظ إملاء زائد معاني ممكن تجينا بالامتحان على شكل إملاء على شكل حروف ناقصة أو معاني مثل ما رح نجي نشرحه بالفيديو ومكتوب لي جوه write the words next to the pictures اكتب كلمات هذه الأمراض أو مفردات الأمراض بجانب كل صورة رح نجي نكتب أسماء الأمراض بجانب كل صورة مناسبة number one أولا صورة هاي الطفلة اللي عيدها مكسورة نجي ندور بالأمراض broken arm ذراع مكسور إذن الكلمة المناسبة لهاي الصورة هي broken arm number two ثانيا صورة هاي الطفلة اللي عيدها سعاد نجي ندور بالأمراض شون الكلمة المناسبة لهاي الصورة ندور ندقى زكام a cough معناها زكام number three ثالثا هاي الطفلة اللي لازم رأسها معناها عيدها صداع نجي ندور بالأمراض شون الكلمة المناسبة لهاي الصورة ألم الرأس أهديك نكتب قدام الصورة أهديك معناها ألم رأس number four رابعا صورة هاي الطفلة اللي شايلة محرار وتتعرق شون الكلمة المناسبة لهاي الصورة أجي ندور بالأمراض ألقى كلمة temperature معناها حمى مصابة بالحمى number five خامسا صورة هاي الطفلة اللي كامش رحاتها شون الكلمة المناسبة لهاي الصورة نجي ندور بالكلمات ألم الأسنان toothache إذن نكتب toothache number six سادسا صورة هاي الطفل اللي كامش معتها نجي ندور بكلمات شون الكلمة المناسبة لهاي الصورة stomach ache ألم المعدة إذن نكتب stomach ache معناها ألم المعدة number seven سابعا صورة هاي الطفل اللي لاف رقبته شون الكلمة المناسبة لهاي الصورة أدور بالكلمات ألقى كلمة sore throat معناها التهاب الحلق إذن نكتب sore throat التهاب الحلق أو البلعوم number eight ثامنا صورة هاي الطفل المريض شون الكلمة المناسبة لهاي الصورة أدور بالكلمات ألقى كلمة feel sick يشعر بالمرض أكتب feel sick يشعر بالمرض number nine تاسعا صورة هاي الطفل اللي يعطس شون الكلمة المناسبة لهاي الصورة أدور بالكلمات ألقى كلمة cold يشعر بالبرد number ten عاشرا صورة هذا الطفل اللي طالعي لأحبه بوجه شون الكلمة المناسبة لهاي الصورة ندور بالكلمات نلقى كلمة rush معناها طفح جلدي هذا ما يخص الصفحة الثانية من هذا الدرس كلمات الأمراض كلمات مهمة جدا بالامتحان الشهري وكذلك الامتحان الوزاري لازم أحفظ ملائهم زائد معانيهم رح نجي إن شاء الله نوضح شون تجينا بالامتحان على شكل الملائم أو على شكل معاني عدنا ملاحظات قواعدية شون نعبر عن الأمراض نستخدم أما هاز أو هاب للتعبير عن إصابة شخص أو مجموعة أشخاص بمرض معين أخذنا مفردات الأمراض رح نجي نعرف شون نعبر عن إصابة شخص بمرض معين باستخدام أما هاز أو هاب شو كنت نستخدم هاز وشو كنت نستخدم هاز نستخدم هاز إذا كان الفاعل هي أو شي أو إت شرحناها بدروس سابقة إن الهي والشي والإت أو ما يعوض عنها نستخدم الهن هاز شون يعني ما يعوض عنها مثلا الهي يعوضني عن علي أحمد ماي فاذر مثلا لنكون هنا نقدر عوض عنهم بالضمير هي وكذلك شي مونا سوها ماي سيستا إلى آخره والإت لغير العاقل الكات القطة الكلب الكلب إلى آخره خلنجي ناخل مثال هاز أكاف أو مونا هاز عراش نلاحظنا أن الفاعل هي أخذ هاز زاعد المرض اللي يعاني منه الشخص كذلك المثال آخر مونا مونا عوض عنها في شي شي أخذت هاز زاعد المرض اللي تعاني منه مونا إذن نستخدم هاز إذا كان الفاعل هي أو شي أو إت أما إذا كان الفاعل they أو we أو you أو I فنستخدم have مثلا علي أن مونا هاب تيمبرتر اللحظنا أن الفاعل علي زاعد مونا صاروا جمع أعوض عنهم بالضمير they لذلك خلينا هاب مو هاز زاعد المرض اللي يعانون منه علي ومونا علي أن مونا هاب تيمبرتر علي ومونا يعانون من الحمى إلى آخره مثال آخر I هاب هذيك لدي صداع إذن نلاحظ هنا أن I أخذ هاب ما خلينا لهاز زين شون يجينا بالامتحان أدنا أمثلة وزارية أولا علي فراغ غراش علي شغل هاب لو هاز بما أن علي مفرد أقدر عوض عنه بالضمير he فنستخدم له هاز مثال آخر I فراغ temperature هاب لو هاز نرجع الملاحظات أنه I يأخذ الضمير هاب لذلك نستخدم هاب هذا ما يخص بملاحظات المتعلقة بالتعبير عن الأمراض مجرد أعرف أن الهي والشي والإت يأخذ هاز والذي والوي واليو والآي يأخذ هاب وأخذنا أمثلة وزارية أمام تمرين أي صفحة 36 من كتاب النشاط مكتوب لي فوق read and label the picture اقرأ وطابق هاي الكلمات بالصورة أدنا مجموعة كلمات متعلقة بأجزاء الجسم رح نقرأ هنا واشي نوضح معانيهم ونطابقهم بالصورة arm معناها ذراع head rest ear اذن eye عين leg sac shoulder hand يد knee ركبة nose أنف mouth thumb teeth أسنان toe أصبع القدم هذن كلمات لازم أوزعهم على الصورة الموجودة كل عضو بما يناسب فرح نيجي نوزع الكلمات حسب الأعظام head رأس eye عين nose أنف teeth أسنان hand يد arm ذراع knee ركبة foot قدم toe أصبع القدم leg sac stomach معدة thumb الإبهام shoulder كتف mouth thumb ear و اذن هذه مجرد نشاط صفي لمراجعة مفردات أجزاء الجسم التي أخذناها في السنوات السابقة المتمرين C مكتوب ليفو listen to how we say and spell these words استمع إلى الكيفية التي نقول بها هذه الكلمات مثلا كلمة knee thumb انا يقول لك ملاحظات أنه إذا جاني حرف الكي بعد حرف N فحرف الكي لا يلفظ silent وكذلك حرف البي إذا سبق M في نهاية الكلمة البي لا يلفظ silent فنقول thumb ما نقول ثمب ونقول ني ما نقولك ني هذه مجرد ملاحظات عن تلفظ كلمات عدنا ملاحظات ثانية عن الجمع الشاد ملاحظات جدا مهمة بالامتحان التحرير الجمع الشاد احنا عرفنا بمراحل سابقة أن الاسماء يمكن أن تجمع بإضافة S مثلا book جمعها books pen جمعها pens إلى آخره هذا الجمع اللي ينجمع بإضافة S نسميه قياسي أما الجمع الشاد فلا يخضع لهذه القاعدة يعني الكلمات اللي خاصة بالجمع الشاد ما تقبل الاس شون لعد وإنما يكون بتغيير الكلمة كاملة أغير الكلمة كلها على موضة جمعها مثل شون الكلمات اللي جمعها شاد في هذا الدرس يوجد كلمتين من هذا النوع بس دا من الكلمتين أحفظهم بهذا الدرس اللي هن كلمة tooth جمعها teeth و foot جمعها feed هذه الكلمتين جدا مهمات بالامتحان الشهري وكذلك الامتحان الوزاري وخصوصا بسؤال الإملاء ممكن يجيب لي book جمعها books tooth شون جمعها لازم أعرف انه جمعها teeth مو tooth مثل ما يوقع أغلب الطلاب بهذا الخطأ كذلك foot جمعها feed أما تمري ندي صفحة 30 من كتاب النشاط مكتوب write the sentences use he has or she has أخذنا قبل دقائق قاعدة التعبير عن الأمراض نانا شي يقول لي يقول لي شوفوا الصورة إذا ولد نقول عليها he وإذا ابنية نقول عليها she هل هي والشيش تأخذ هاب لو هاز نحن ذكرنا في بداية الفيديو أنه he والشي والإت يأخذ هاز زاد اسم المرض اللي يعاني منه هؤلاء الأطفال إذن رح نستخدم القاعدة he والشي تأخذ هاز زاد اسم المرض المناسب للمفردات اللي أخذناهن في بداية الفيديو نمبر وان هو حالها بما أنه اللي بالصورة ولد قال عنا he اللي هي تأخذ هاز he has ونشوف بالصورة شون المرض اللي يعاني منه الولد البرد he has a cold يشعر بالبرد ثانيا هم كذلك حالها بما أنه اللي بالصورة ابنية نقول عنها she الشيش تأخذ تأخذ هاز زاد اسم المرض اللي تعاني منها البنية بما أنه كام شرحاتها إذن to think معناها ألم الأسنان ثالثا هاي الصورة صورة ولد شنقول عنه نقول عنه he اللي هي تأخذ هاز نقول he has زاد اسم المرض شنو اسم المرض بما أنه لازم رأسه نقول headache he has a headache لديه ألم رأس أو صداع نمبر فور رابعا صورة ولد لازم بطنه فشنقول بما أنه ولد نقول he واله تأخذ هاز زاد اسم المرض stomach ache ألم المعدة فنقول he has a stomach ache نمبر فايف خامسا صورة هذا الولد اللي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة بما أنه ولد أقول he واله تأخذ هاز زاد اسم المرض a temperature ولديه حمى أو ارتفاع درجة الحرارة نمبر سيكس سادسا صورة هاي اللي بنيه اللي طالع لها حب بوجهة فشنقول she has a rash لديها طفح جلدي نمبر سيفن سابعا صورة هذا الولد اللي يقح بما أنه ولد نخلي he والهي تأخذ هاز والمرض اللي بالصورة a calf he has a calf هو يعاني من الزكام نمبر ايت ثامنا صورة الابنية اللي كام شئ ذنهم أخذنا قبل دقيقة أعضاء الجسم فعرفنا أن الأذن إيا ألم الأذن ear ache بما أنه بنيه نقول she الشي تأخذ هاز زاد اسم المرض ear ache she has an ear ache نمبر ناين تاسعا صورة هاي اللي بنيه اللي تعاني من التهاب الحق بما أنه بنيه نخلي she والشي تأخذ هاز زاد اسم المرض sore throat she has a sore throat نمبر تن عاشرا واخيرا صورة هذا الولد اللي ييده مكسوره بما أنه ولد نخلي he والغي تأخذ هاز زاد اسم المرض إذن he has a broken arm أو يعاني من كسر بالذرع هذا مايخلس تمرين دي صفحة 37 من كتاب النشاط ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو ضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون مياه على حسابات الموجودة مامكم على الشاشة